شهد لبنان خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في الانتهاكات ضد الصحفيين في الوقت الذي تغيب النقابات عن أداء مهامها والدفاع عن الحريات فلبنان الذي كان مصنفا في المرتبة 107 عالميا عام 2021 في مؤشر حرية الصحافة تراجع 23 مرتبة دفعة واحدة وحل في المرتبة 130 من أصل 180 دولة حسب تقرير منظمة مراسلونة بلا حدود الذي أصدرته في اليوم العالمي لحرية الصحافة العام الماضي وفي تقرير لمركز سكايز سمير قصير للحريات يظهر أنه في السنوات الست الماضية روصد أكثر من 800 انتهاك صحفي وثقافي يشمل ضربا لصحفيين وملاحقات قضائية واستدعاءات أمنية من خارج القانون واعتداءات على الصحفيين ليس فقط من أمنيين بل أيضا من أحزاب سياسية نقابة المحامين التي كانت تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن الحريات قررت مطلع مارس الماضي إخضاع حرية المحامين بالتعبير لإذن مسبق يتحكم نقيب المحامين في منحه أو حجبه تلك الخطوة اعتبرها محامون غير دستورية ومقيدة لحق التعبير عن الرأي ووضعوها في إطار القمع فقرروا الطعن بقرار النقابة واستكمالا لمسلسل انتهاك الحريات الصحفية في لبنان استدعى جهاز أمن الدولة الأسبوع الفائت الصحفي جان قصير للتحقيق معه بناء على إشارة غير قانونية من مدى عام التمييز غسان عويدات وذلك على خلفية منشور انتقد فيه قصير عرقلة عويدات للتحقيق في قضية مرفأ بيروت في المحصلة تراجع عويدات عن استدعاء قصير بعد ضغط في الإعلام والشارع فيما بقيت نقبة المحامين على قرارها أقله حتى الآن لكن السؤال الأهم هل يتحول لبنان إلى سجن كبير؟ ترجمة نانسي قنقر